تسمى الولايات المتأرجحة سوينك ستيتس وهي ولايات شديدة التنافس غير محددة الميول وغير محسومة النتائج لصالح حزب دون آخر تعد مسرحا للتنافس الحقيقي بين المرشحين ويبلغ عددها 12 ولاية هي في غاية الأهمية عند الفرز النهائي للأصوات نبدأ بالحاسمة منها وهي فلوريدا التي تتأرجح تاريخيا بين الحزبين الرئيسيين وتعد الولاية الأكثر تعقيدا لأنها منقسمة بين جنوب يميل للديمقراطيين وشمال يؤيد الجمهوريين ووسط متأرجح ولها 29 صوتا انتخابيا بنسلفانيا هي أحدى الولايات المنقسمة بين مدنها المؤيدة للديمقراطيين ومناطقها الريفية المؤيدة للجمهوريين وتملك 20 صوتا انتخابيا تأتي أيضا من ضمن الولايات المتأرجحة ولاية أوهايو التي تملك 18 صوتا انتخابيا صوتت لصالح ترامب خلال الانتخابات الأخيرة ومن غير المعروف ستصوت لصالح من في هذه الانتخابات أما ولاية ميشيغن فتسهم بحسم السباق الرئاسي رغم أنها من ولايات الجدار الأزرق لكنها كسرت القاعدة وصوتت أخيرا لصالح ترامب ولها 16 صوتا انتخابيا كذلك الأمر بالنسبة لولاية نورث كارولينا التي صوتت لأكثر من 90 عاما لصالح الديمقراطيين لكنها ما لبثت أن انقلبت لصالح الجمهوريين ولها 15 صوتا انتخابيا أما أريزونا فتعد جمهورية بشكل تقليدي لكنها صوتت لصالح بيل كلينتون سابقا وعادت للتصويت لصالح ترامب مؤخرا وهذا تركها في خانة الولايات المتأرجحة ولها 11 صوتا ورغم أن ويسكنسون ترجح كفة الديمقراطيين لكنها كانت حاسمة في فوز ترامب على هيلاري كلينتون خلال الانتخابات الأخيرة ولديها 10 أصوات انتخابية